نتكلم كلما نتكلم عن الهلال خلينا نتكلم عن حالة موجودة في الهلال ويعني وتعرض فيها اللاعب لانتقادات كبيرة حتى من يلا شخصية عبدالله الحمدان ايش مشكلته يعني عبدالله الحمدان هو مهاجم عنده تاريخ طويل من اهدار الفرص الشبه المؤكدة للتسجيد اللاعب طبعا عيش تحت ضغوط وجماهيرية ونفسية كبيرة لكن تقييمك له كلاعب هل هو لاعب من الفئة العالية لكن تحت الضغط هل هو لاعب متوسط المستوى ممكن يتطور بشكل كبير جدا او من اللاعبين اللي تطورهم بطيء ام ماذا او انه كانوا في الهلال خطأ هي في بعض الحيان المنظومة هي اللي تساعد اللاعب على تطوير نفسه وتساعد اللاعب على الظهور الحقيقي انا ما اعتقد انه اللاعب هذا ما عندهش مستوى عنده مستوى لبس بيه بما انه في الهلال عنده مستوى وجاء من فريق كان يأدي بشكل جيد في الشباب من قبل اذا هذا اللاعب هذا يا اما يضع في وضع جيد ويتم تشجيعه في وضع جيد يا اما التخلي عنه يعني تخليه في الوسط مرة تعتمد عليه مرة ما تعتمد عليه وعندك شكوك فيه اللاعب من الصعب جدا انه ينجح فيه بيئة نعرف انه الشعار تحم هو الفوز فقط طيب خلينا اروح لنادي الثالث الاتحاد وهو قصة طويلة وفيه نقاش كبير اول شيء تقييمك لمستوى كريم بنزيمة مع الاتحاد من انت عاقده حتى الان نتكلم احنا في الجولة الان العاشرة من الدوري وفيها ثلاث جولتين من دوري ابطال اسر عبها الاتحاد اعتقد انه تقييم بنزيمة يدخل كذلك في الكلام اللي كنت نقوله على حمدان يعني في بعض احيان الشكل الفريق او هندسة الفريق او فلسفة الفريق ما تخليش اللاعب انه يبرز حتى وان كان اللاعب هذك اسمه بنزيمة انا اعتقد انه هذا اللاعب هذا مهم جدا الاتحاد ولاعب كبير جدا وهذا اللاعب هذا انا قلت في السابق انه هذا لاعب تحت 30 ولا ربما اكثر من 30 هدف في الموسم وهذا اللاعب هذا يقدر يجيب لك القاب لكن هذا اللاعب هذا كيف كان يلعب في الريال مدريد ما كان يلعب بزوج مهاجمين ما كان يلعب بزوج ملاهمين وزوج صانعين اللاعب كلهم يلتقون في محطة وحدة يعني الشكل والهندسة الفريق ما تساعدش بنزيمة على التطور وعلى يعني اعطاء المزيد للاتحاد ايش الشكل اللي يكون مثالي له الشكل هو انه يكون مهاجم الوحده يكون وراه صانع لعب واطراف اجنحة هذا الشكل هذا يخدم بنزيمة ويخدم الاتحاد يعني انت تتفق مع الاراء اللي تقول يا بنزيمة يا حمد الله نعم لا مش بنزيمة ولا حمد الله بنزيمة مش حمد الله بنزيمة الاول وبعدين يجي الحمد الله لا لا انه الان هم يلعبوا اثنين فالبعض يقول لك لا انه ياد تلعب برزيمة شكل الفريق سيظهر افضل بمهاجم واحد طيب نجي للفيحة هل تعتقد الفيحة ظلم بالدخول في هذا المعترك؟ انا لا اعتقد انه ظلم بما اننا نقول الدور السعودي هو اقوى في الفيحة كان لا تخاف لا العين ولا الدحيل ولا اي فريق اخر يعني ما فيش مقارنة بين الدور السعودي والدوريات سواء الدوري الاماراتي محترامي الدوري الاماراتي الدوري القطري الدوري السعودي اقوى بكثير الفيحة بيمكانه وما زال عنده الفيحة مخرش من هذه التظاهرة ما زال عنده حضوظ انه يقول كلمته في هذا في الدوري هذه اما الاسلوب الذي يلعب به الفيحة معروف الاسلوب هو اسلوب دفاعي محظ تقفيل ومحاولة اللعب على الهجومات المعاكسة في مثل هذه التظاهرات لازم تبدع أكثر لازم تظهر جودة أكثر لازم تلعب وانت يعني تريد فعل شي في هذه التظاهرات هذا المجموعة الأولى العين الإماراتي عندنا متصدر المجموعة التسعين